استطاعت مسارات العملية الانتخابية في البحرين وفي كل دورة لها أن ترسخ حق المواطن في المشاركة السياسية وتعزز إحساسه بالانتماء الوطني من مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات بالفعل وذلك ما يعكس طبيعة النظام الديمقراطي في البحرين الحريص دائما على عقد انتخابات سلسة بإشراف قضائي لضمان نزهتها والتأكد من أنها نابعة من إرادة الشعب فترة زمنية معضية دخلت من نافذتها أرض الخلود مرحلة تاريخية من حياتها تتمثل بولادة أول تجربة نيابية كانت باختيار أول مجلس لبلدية البحرين منتخب وذلك قد اعتبر بحق منعطفا هاما في مسيرة العمل التشريعي البحريني وخطوة جادة في سماء الديمقراطية الموضوعية التي تأخذ برأي الشعب في تحديد هوية من يوصل صوته إلى من يستجبون لمطالبه واحتياجاته ومع مرور السنين ووقت ما تم الإعلان عن انطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه خاضت مملكة البحرين خمس دورات انتخابية متتالية وفي توقيت دستوري ثابت تجسدت فيها المشاركة الشعبية في أبهى صورها بتمكين شعب البحرين بأطيافه المتنوعة من تحقيق إرادته في اختيار ممثليه في مجلس النواب والمجالس البلدية لقناعته التامة بفحوة دور الفاعل الذي تقوم به السلطة التشريعية جنبا إلى جنب مع السلطة التنفيذية في تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد تعزيز الحقوق والحريات وتوسيع نطاق المكتسبات التي لامست خدمات البنية التحتية ومشروعات التطوير الأمر الذي أسهم في تحقيق طفرات تنموية مشهودة على مجالات العمل الحيوية كافة في البحرين مسارات العملية الانتخابية في البحرين وفي كل دورة لها استطاعت أن ترسخ من حق المواطني في المشاركة السياسية وتعزيز إحساسه بالانتماء الوطني من مبدأ أن الشعب هو مصدر السلطات باعتباره القادر على اختيار من يمثله في المجالس النيابية والبلدية الأمر الذي يعكس طبيعة النظام الديمقراطي الرحب السائد في البحرين الحريص دائما على عقد انتخابات سالسة تتبع فيها إجراءات معينة لضمان نزاهتها والتأكد من أنها نابعة من إرادة الشعب إن في المشاركة الشعبية داخل أي عملية انتخابية ثبات وعزم على صنع القرار السياسي بالشكل الذي ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ويتفق مع رؤى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتفلح البحرين دائما في تجاوز التحديات ومجمل المصاعب التي قد تحيط بها ليسهل عليها التأسيس لحاضر ومستقبل متوهج لأبنائها الأوفياء لتلفزيون البحرين محمد رشادات يحق لنا اليوم أن نعبر عن فخرنا واعتزازنا بما أنجزه شعبنا العزيز وما برهنا عنه من روح وطنية عالية وتجلى ذلك في عملية الانتخابات النيابية والبلدية أظهر فيها شعبنا الوفي من الولاء والوفاء للوطن والدسجور اشتركوا في القناة